بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزة رابط الصف الخامس الابتدائي معكم مستر حسني النهاردة هنحل تيست وان ون يونت وان هنحل الامتحان الاول على الوحدة الاولى في كتاب المعاصف الامتحان ده عبارة عن تجميع امتحان كامل من امتحانات المحافظات والادارات التعليمية يعني الامتحان ده كده بالزبط زي اللي بجينا فيه امتحانات نص السنة يعني استمع وطاع دائرة طبعا بيجيلي كلمتين اتنين بقرأ كلمتين بسمع من اللي بيقوله لك طبعا هعمل اللي يقولها دائرة نمبر دو طبعا دي لو لاحزنا هنا يبقى سبون والسبين بقى الكلمة التانية سبين لكن دي عشان قوت بقى سبون نمبر تري ووشت 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 لو نلاحز هنا دي شا لكن لو دي نسمها ووشت اه السي ايش بانطقة شا لكن الاس ايش بانطقة شا فيقول هنا ووشت نمبر تو لسن انكمبيليت طبعا برضو سؤال استماع ولكن السؤال التاني بيبقى عبارة عن كلمة بسمعها وبكتبها يكون فرق اربع نقط بنكتب النقطة للكلمة اللي بسمعها نمبر ون ريدي ريدي يبقى ريدي طبعا هتكتب ري اي دي واي اللي هي كلمة جاهز السؤال اسمه هننت جاهز نمبر تو اي ام اي ام بتكتب اي ام نمبر ثري فو فور ليه اف او ار ما هو المعاقبة طبعا ما دل افطر فا كلمة فور هي الكلمة اللي انا بكتبها في اللسن نمبر فور بريد بريد اللي هي خبز طبعا بي ار طبعا هحاول اكتب الكلمة اهو بريد يبقى اي اي دي اكسرصايز نمبر تو نمبر سري اهتمر التالت سيركل زا اود ويرد يعني هنضع دقائرة حول الكلمة المختلفة اندرابلس اتويد اكل اختوان ونستبدلها بكلمة صحيح طبعا بيبقى عندي عبارة عن مجموعة من الكلمات بينهم علاقة مشتركة في بينهم وفي كلمة فيهم هي المختلف طبعا زي ما احنا شايفين دي كلها في امتحانات اهو السنين اللي فاتت فبالتالي ده تجميع من اسئلة الامتحانات زي ما بيجيلي بالزبط بيجيلي اسئلة زي ليه في الامتحان نمبر وان جوس بلو ريد جرين طبعا الكلمة المختلفة على طول هي كلمة جوس عاصل لي ان دي كلها الوان بلو ازهق ريد احمر جرين اخضر طبعا انا عايز اجيب لون نجيب مسلا وايت اللون الابيض نمبر تو بينز تيكتز تشيز ايجز بين ان هما كلهم فودز اطعامة بينز اللي هو الفول تشيز جبنا ايجز بيت طبعا لكن كلمة تيكتز اللي هي تزاكر مختلف طبعا انا عايز اجيب طعام مسلا ممكن اجيب ميت لحمة نمبر ثري ووش كوك وات ووش بان كده ان هما كلهم افعال ما عادة كلمة وات لان ده استفهام معناها ما او ماذا لكن ووش يخسل كوك يطبخ ووش يشاهد نبنجيب اي فعل هنا مثلا نجيب كلين ينظف طبعا لان كله افعال يبقى انا مطلوب مني ان انا اجيب فعل نمبر فور مونتين مونة علي هودا بين ان هما كلهم اشخاص لكن كلمة مونتين معناها جبل طبعا انا عايز اجيب اسم شخص مثلا نجيب كلمة سامي وطبعا الاسماء تبدأ بحرف كابتل يعني لما جاكتب سامي هكتب الاس كابتل نمبر فور رايس تشيز فيش ماذر بين ان هما كلهم فودز اطعمة رايس ارز تشيز جبنا فيش طبعا السمك يبقى كلمة المختلفة هي كلمة ايه ماذر طبعا انا عايز اجيب طعام لما انا كان عندي في رقم 2 رقم اتنين كان كلهم اطعمة ممكن اجيب اي كلمة من دين بس الشرطة ما تكونش طبعا موجودة هنا يعني تشيز موجودة هنا مش نفع اجيبها في بنز و اجيز نكتب بنز يعني فول يعني احيانا او انا بحل التمنده لو انا عايز طعام ممكن الاقي طعام في الحقيقة اللي فوق عايز فير بفعل ممكن الاقي فعل في المجموعات اللي فوق نمبر فور السؤال الرابع وهذا سؤال تشوز اختياري شوز ده كوريكتوان هي سوف تعمل في الجبل تتسلك يتسلك اسمها ايه بس انا طبعا نجيب هنختار معاناها سوف بجيب بعد الفيرب فين في الانفينيتف اللي هو يزمن الفعل بدون اضافة لان ده الانفينيتف بتاع الفعل المصدر نمبر تو ماذا نقط يا ليلة؟ نشوف الايجاب بتاعت السؤال عشان ناختار قالت اي كانت فايند ماي سانسكرين انا مش لاقي النظارة بتاعتي بدان مش لاقي النظارة بتاعتها يبقى اذا هي عندها هنا مشكلة يبقى السؤال ايه ما الامر او ما المشكلة نمبر تري هي بتعمل ايه على النوقة البتاع دي طبعا هي بتضحك على النوقة ويتضحك اسمها ايه ونخلي بنا في كلمة لاف نجي ايه منطقها فايا لافت نمبر فور هل انت بتعمله في الخيمة؟ طبعا انا عند الفعل كلين ينظف بقى جاي له اضافات نبقى لكلينز كليند كليننج كلين طبعا عندي وديد بيجي بعدها بفعل فين؟ في الانفينيتف يبقى كلين هي الانفينيتف يبقى ديديو كلي نمبر فايف جايب سؤال بازد جي كطعة طبعا بقرأ القطعة ونشوف الاجابات نطلعها من الكطعة الاسئلة هتكون اجابتها من الكطعة علي وقسرته ذهبوا اولامه عسكر او مخيم في الجبال في الجبل هما تصيقزوا الساعة سبعة صباحا لان ده كان وقت الافطار هما تناولوا بيد وفول للافطار والجدش ده شاهد شروك الشمس في المساء هما لعبهم كوتشينة اني عم بقوله مطلوبة انا اكتب هنا وطبعا ترو او فولس بتكون ايمى على تعبيرات او جمل من الكطعة علي اندهيس فاميلي ويك اوب ات سيفن او كلوك علي قصة الساعة سبعة ايوة كان موجود في كده يبقى نمبر وان ترو وما اجع حل بكتب الكلمة كاملة مش هكتب الحرف في بعض الطلبة بكتب حرف التباس ده كان في سنة ربع علاك في سنة خمسة بكتب الكلمة كاملة واكتب انتب ترو وهكتب ترو في الخانة الأولى يبقى سيفن الخانة التانية فاضية نمبر وان moments في الصباح هما بالعب في الصباح طب lo juice كنت يقول ايه في المساء هما بالعب في الصباح يبقى倍 والفولس ويكتب فولس وكتب الكلمة كاملة وفرس بتكتب في الخانة التانية طبعا الفرس معناها خطأ وطرو معناها صح نمبر ثري هما تناولهم جبنة وتناولهم فول وبيد للإفطار طبعا ألفه في هناك هو ايوة فول وبيد يبقى نمبر ثري مغيرش حاجة جبهم زي مهم نمبر فور دو يعني يفعل وده فعل أساسي يقصد ماذا يفعل الجد الجد بيعمل ايه طبعا نرجع كده للجد هنشوفين الجد بيعمل ايه يعني الهيا الجد شاهد شروك الشمس مش ده اللي الجد عمله يبقى نكتب الدبائه هنا في الإجابة هنقول وهنبقى طبعا بحرف عشان ده بداية الجملة وزي ما احنا شرحنا في البنكتواشن ان انا بستخدمه في اي حاجة في الكتابة فبداية الجملة تبدو بحرف في كابيتل الجد شاهدة شروك الشمس نمبر فور where did علي and his family camp وير معناها اين بقى اين عسكر او خي اه عملوا معسكر علي واصرته طبعا عملوا المعسكر فين لو لو رجعنا تاني كده للقطعة كان بتقول له علي and his family want to a camp ذهبوا الى المعسكر فين بقى المكان ايوة انلاقيها at the mountain في المعص في الجبل بقى الاجابة المكاني اللي هو بسأل عنه at the mountain بقى نجد في الاجابة بقى كده at the mountain في الجبل طب حد تاني يقول لي ممكن نكتب اجابة تاني يا مصر وتكون اجابة شاملة اكتر من كده هو هنا فين الفاعل اللي في السؤال طبعا درست ان ادتس افهم السؤال بقى ادتس افهم فاعل مساعد فاعل وفاعل الاساسي فين الفاعل علي and his family والفاعل الاساسي camp يبقى ممكن نقول كده بقى اللي بدأ جملة بكاملة فاعل وفاعل علي and his family علي واصرته ما لهم camp بس هنا بقى هنخلها في الماضي camped لان عندي ديت بتدوله على الماضي يبقى نخلها في الماضي camped والانك تبقى ايه at the mountain هم عسكره في الجبل number 6 السؤال رقم 6 وده بيكون سؤال عبارة عن اللي هو ترتيب الجمل معناها انا طبعا الكلمة اللي تحتها خطها الكلمة الاولى معناها شيء خاص بيا كانت لا يستطيع يبقى انا عايز فعل الاول طبعا عندي جملة وجملة بتكون عبارة عن ايه لازم ان نبقى عبارة عن فاعل وفعل ومفعول لو عندي جملة هترتبها بالترتب ده ولو في حاجة جاية بعد المفعول هيجي مكمل لو حاجة محتاجها اتكمل معنا الجملة تنتم بقى الخطوة دي فين الفاعل i الفاعل بس هنا الفاعل find يجد بس فينها فيه can't find انا لا استطيع ان اجد i can't find وبكده جملة عبارة عن فاعل وكانت find الفاعل تغفن المفعول انا مش لاقي my pin call me طبعا جملة خرصة احط ايه الفول ستوب واذا ما احنا ندرسنا في المركة ويشن لازم نبدأ جملة بحرف capital وبتنتهي نمبر تو طبعا ده هنا في كوتش المارك على المتصف هام يبقى يقصد ان هو يكون السؤال والسؤال هنا بدل بفعل مساعد يبقى تكون السؤال ايه هو نفس تكون الجملة بس هيجي قبلها فعل مساعد يعني فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعدين فعل اساسي وبعد كده المفعول او المكمل طيب فين الفعل المساعد انا عندي فعل مساعد اتضغط بعض على الفعل فين الفعل هي هل هو هو عمل ايه فين الفعل الاساسي cook يطبخ هل هو طبخة فين المفعول break fast يبقى تكوين السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد هو نفسه تكوين الجملة بس بيزيد قبلها فعل مساعد ويجي بعدها الفاعل والفعل الاساسي والمفعول طبعا عشان سؤال هنعمل question mark number three نفس زيها بالضبط بفعل مساعد اللي هو did طيب اده الفعل المساعد فين الفاعل you هل انت did you وبعد الفاعل بيجي بعد الفاعل الاساسي فين الفاعل الاساسي have هل تناولت ايه بقى هو اللي هيتناول هيتناول ايه beans المفعول هل انت تناولت فول يتناول فول فين على الافطار for breakfast طيب لو جينا بقى نشوفنا كده الخطوات ده فعل مساعد زي ما احنا قلنا you يبقى فاعل وفعل ومفعول he هو ده الفاعل كوتشينا يستضر بالامس لعبة يبقى هو لعبة كوتشينا بالامس فين الفاعل الاول he ما جملة فاعل وفاعل ومفعول مكمل طيب فين الفاعل he طيب الفاعل اللي بيجي بعد الفاعل لعبة he played هو لعبة طيب لعبة ايه فين المفعول كوتشينا انه جملة فاعل فاعل ومفعول he played كاردس فين المكمل ام تلعبها يستر دي هي بليت كاردس يستر دي. بل كنا هنجي لسؤال البراجراف. طبعا احنا شرحنا في البراجراف في حلقة اللي عايز يرجع يشوفها بتشرح ازاي نكتب براجراف بطريقة سهلة. اول حاجة باكتب عن الاشخاص. هنشوف من الاشخاص اللي موجودين في الصورة دي الافكار اللي هكتب عنها. بقى كي باكتب عن المكان. وبعدين باكتب عن الحدث او الفعل اللي هما بيعملوه. وبقى ايها باكتب عن ايه? الاشياء الموجودة في الصورة. طبعا نطبق الحاجات دي بقى ونكتب عنها كده. اول حاجة للاشخاص. من هنا في ولد وبنت وابوهم. يبقى طبعا ما بجاء اكتب اول جملة بس مسافة حوالي سانتو. وكتب بقى الجملة الاولى تبدأ بحضف كابتس زي ما اخدنا في البونكاتوشن. يبقى they are هم يكونوا. هم يكونوا ايه? ابوي ولد. واعمل كما اجيل. بنت. اند وطبعا ما بجاء يكمل. الجملة ما خلص يبقى يكمل في السلطة اللي بعده. افادر. هم يكونوا ولد وبنت ومين? وابوهم. خلص الجملة بعمل فلسطوب. تبحد يقول له يا مستر الجملة التاني نبدأ من اقول لسلطة لا. ببدأ بعد النقطة زي ما احنا شرحنا قبل كده في حلقة البراكراف. ببدأ بعد النقطة والجملة اللي بعدها تتبقى في كابتس. يبقى كده اتكلمت على مين? الاشخاص. ستبقي المكان هم فين? هنقول له. they are هم يكونوا ات اكمب. طبعا اكمب بتجيب معنا معسكر او مخيم. بتجي اسمه فعل. هم يكونوا في المعسكر. طب كده الجملة التانية خلصت. اتكلمت عن المكاية. نكتب بقى عن الحدث. هم بيعملوا ايه? والاشياء اللي موجودة في الصورة. طبعا زي احنا شايفين في الصورة في اه اواني وتساطي. يبقى نكتب يوجد يوجد اسمها ايه? there are. يوجد بس يوجد للجامعة. puts and pens. يوجد اواني وتساطي. جملة خلصت بحطي الفلسطوب. طيب هم بيعملوا كده اتكلمت على الاشياء الموجودة. هم الناس اللي بيعملوا ايه? they هم. washed the boots and pens. هم يحصلون الاواني والتساط. طيب كده عندنا اصبع جملة محتاجين جملة ممكن نقول هم يجلسونة. يبقى they set هم جلسوا. طبعا لو لاحظنا هنا هنلاقي اننا استخدمت الافعال في التصريف التاني في المواضع علشان انا كان عندي قعدة المواضع. they set هم جلسهم. طيب ويبقى كده عملت انا الخمس جملة. نجي بقى بالنسبة لسؤال زي ما احنا شرحنا قبل كده. في الحلقة الاخيرة. نسبة لسنة خمسة. اول حاجة لو عندي جملة. لو بدأت باسم او ضمير. بتكون جملة. ولو بدأت بقى دي استفهام او فعله مساعد بيكون سؤال. طبعا بدأ هنا بعالي اسم. يبقى هنعمل اولها كابتل. وطبعا الاسماء كان بتعمل كابتل وهي بدأت وجملة بتعمل كابتل. ادى عالي. كل حاجة بتكتب سمول الا لو عندي اسم انسان او دولة او مدينة او لغة او ايام اسبوع او شهور او كي. الحاجة اللي احنا شرحناها. وانا بكتب الكلمة تكتب على بعضها. ما سيبش فيها مسافة. لكن بسيب مسافة بين الكامل. زي انا سيبت مسافة بين علي وكامل. وهنا سيب مسافة بين كامل وان. اكتب ان. الاجزاندرية اسم مدينة. هو اصلا هو اعملها لي كابتل. يبقى سيبها كابتل زي ما هي. ولو كان عاملها اسمون كنت اعملها كابتل. بقول لهم عسكره في الاسكندرية. امتى? طبعا عندي هنا يوم من ايام الاسبوع. يبقى الحرف الاول يتعمل كابتل. يبقى الفايت كنت اعمل كابتل. طبعا عندي جملة خلص تعمل الفولستوب. ويبقى هنا انا صححت ايه? او الحاجة الحرف الاول. والحاجة التانية الفرايدي. والحاجة التالتة هي الفولستوب. number two. what's your favorite food? او الحاجة هنعمل ال W كابتل عشان بداية السؤال. او بداية الجملة. طبعا ده سؤال what's. وكمل دائما مسافة بين الكلمات your favorite food. وعندي هنا منادأ او مخاطب لو مها بعمل قبلها كما هو عاملها اصلا. بس مها ده اسم انساني بقى اعمل ال M كابتل. والبقى بتكتب اسمه. بقى اين اللي بتعمل كابتل? عندي لو اسم مدينة زي الكزندرية. اسم يوم من ايام الاسبوع زي فرايدي. اسم انزان زي مها وعالي. طبعا الحاجة المكتوبة كابتل بس بها كابتل. انا هنا وبداية الجملة طبعا بتعمل كابتل وفي الاخر عشان ده سؤال هنعمل ايه? كويتشان مارك. علامة استفهام. وده احل امتحان على يونت وان. ودلوقت هنبدأ نحل امتحان على يونت تو. تيست سري. عندنا امتحانة هوا هنحل امتحان رقم تلاتة على الوحدة التانية وده من كتاب المعاصر صفحة سبعة وتسعية. للناس اللي عايزين رقم الصفحة من الكتاب. طبعا الامتحان ده مختارينه علشان جاي برضو من امتحانات المحافظات والادارات التعليمية. هنقول بقى الكلمة اللي احنا هنختارها. طبعا كويت. طبعا اولها دي اسكت. لا اولها منطقة كيبة هي كويت. الكلمة اللي. نمبر طبعا هيكون اولها بي. ويعرفين طبعا الاي دي هنا لما يكون اخر الفعل كيب في الماضي. واوضف له اي دي منطقها تي فاقول كوكت بيكت. بيكت. نمبر ثري ووشت. طبعا ووشت اقولها دابلو لمنطقها و. وبرضو الاي دي بما بتجيب بعد الصوت شا بمنطقها تا. فبقول ووشت. نجي listen to التمرين التاني. طبعا عندي اربع كلمات بنكتبهم. نمبر ون. طبعا انا ما اجا اكتبها او بتبدأ بو تي اتش وانطقها تا. لعشان. نمبر تو. وانت لها وانت وانا حرف الاي منطق وانت. نمبر ثري. رقم ثلاثة. اناف. اي دونت اف اناف ماني. اللي كوان بيقول لها مش معها فلوس كفاية. فكلمة كافي اسمها اناف. وفي كلمة اناف نلاحظ ان جي اتش بنطقها فازة. موكات عندي كلمة لاف يضحك. الجي اتش في نهاية الكلمة في الكلمتين دول بنطقهم فا. نمبر فور تريت. تلتة اللي يعزوه ما تي ار اي اي تي. نجي اكسرسيز نمبر سري. اتدروا رقم ثلاثة. طبعا بنختار الكلمة المختلفة. وان تشوب باي جو باي. طبعا نبين كده ان كلهم فير بس افعال معنا كلمة باي باي دي معناها فطيرة. هنا تشوب معناها يخرط. جو يذهب باي يشتر. طبعا انا عايز فير بفعال نجيب مثلا كلمة كلين ينظف. نمبر تو. شو بارك هوم فارم. بان كده ان هما كلهم بلايسز اماكن معنا كلمة شو لان ده فير بفعل. فشو معناها يبان لكن ده اماكن باركة حديقة هوم منزل. فارم معناها اه الحديقة المزرعة. طبعا انا عايز مكان مسلا ممكن اكتبكون متهاوس. معناها منزل. نمبر تري. بارك. بليد. كلايمد. ووتشت. طبعا كلهم بان ان هما افعالوا بينتهوا بالايدي يبقى افعال منتظمة كلها وفيها ايدي في التصريف الثاني. يبقى انا عايز يبقى كلمة بارك هي المختلفة. ونجيب فعل في التصريف الثاني مسلا نجيب توكت تحدثة. ولازم نجيب فعله منتظم بانتاب ايدي لان الافعال اللي جيبها كلها افعال منتظمة وبانتاب ايدي. نمبر فور شيرت هابي ديس كوت. بين من كده ان الكلمة المختلفة هي كلمة هابي معناها سعيد لان ده صفة. لكن دول كلهم ملابس شيرت خميص معناها معطف. طيب انا عايز حاجة من انواع الملابس لكن كلمة لها معناها الجيبة. نمبر فور بوي لاف براش باي. بين كده كلهم افعال معدها كلمة بوي لما معناها ولد لان كلمة لاف يعني يضحك. براش يخسل بالفرشة باي يشتري. طيب انا عايز اجيب فعله هنا بقى نجيب مثلا اي فعل زي كلمة جو يذهب. نجيب بقى نمبر فور choose the correct answer. هنختار الاجابة الصحيحة. طبعا زي ما احنا برضه شايفين كلها اسئلة جاية من امتحانات. هي وزهب في ايه بالامس? طبعا اسمها وينت قون ارايد. اللي هو ركب لعبة من العاب الملاي. نمبر تو. هي هو عطشان. اللي عطشان عايز يورد ان هو يشرب ايه بقى? جوز بوب كورن بيتزا مية. طبعا عايز يشرب عصير. طبعا ده عشان كلمة يشرب وعشان كلمة ثوست عشان فهنختار كلمة جوز. لكن مش هنفعه يشرب لفشار ولا بيتزا ولا لحمة. يبقى هاي. نمبر ثري. اسماء عميتي في التزاكر بالامس. يبقى هي اشترى التزاكر بالامس. بس عندي هنا كلمة لست فراي دي. بتدول على زمن الماضي يوم والجمعة الماضي. يبقى انا عايز فعل في التصفة النهون التاني في الباست. يبقى عندي كلمة بوت. بوت يعني اشترى. لكن طبعا بايز وباينج ودوزنت بايدو كلها في زمن المضارة. نمبر فور. برضو عندي كلمة لست ويك. الاسبوع الماضي برضو بدول على زمن الماضي. يبقى انا عايز فعل في التصفة التاني في الباست. بس هنا هيكون الفعل منتظم. فيزت فيزتينج فيزتت او فيزت فيزتت. هنا فعل منتظم فبيكون الفعل اخره ايدي. لكن طبعا في كلمة بوت كان فعلا غير منتظم. ودلوقتي هنيجي بقى لسؤال القطعة. بنقرأ القطعة الاول عشان نشوف الاسئلة اللي هاتيجي منه. we are at the amusement park. يعني احنا كنا في الملاهي. my brother and sister are going on a ride. بيقول لي اه اخي واختي اللي يدركوا اللعبة من العب الملاهي. my friend is having pizza for lunch. وبيقول لي ان صديقه حسام تناول البيتزا في الغداء. I want to buy a ticket for the show. وانا كنت عايز اشتري تذكرة للعرض. my sister won a prize. واختي فازت بجائزة. she wants to eat cotton candy. واردت انها تأكل حلوة غاز للبنات. my princess are taking picture of us. بيقول لي ان والدية كانوا بيلتقطوا لنا سوا. ده بنشوف بقى. number one. my brother is having pizza for lunch. بيقول لي اخي. خلي باقي انا بقى بيقول لي من كلمة اخي. 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 تناول البيتزا للغداء. لو رجعنا لكتعة كان بقول مين اللي يتناول للبيتزا للغداء. اي وافي السرطة. my friend is my friend حسام. صديقه حسام. is having a pizza for lunch. يبقى حسام صديقه حسام اللي يتناول البيتزا للغداء يبقى number one false. وقلنا بنكتب الكلمة كاملة. وكتبه في الخانة ان هي التانية. number two. I want to to see a show. انا اردت ان ارى العرض. تاب رجعنا لكتعة مني اللي كان عايز يارى العرض. اهوان. بيقول لي هنا كده. my sister one appears. she wants to eat cotton candy. I want to buy a ticket for the show. انا كنت عايز اشتري تسكرة ليه للعرض. ازان انا كنت عايز اشوف العرض. بقى number two. هتكون true. number three. my brother want to eat cotton candy. اخي اراد ان يأكل حلوى غزل لبنتها. لو رجعنا لكتعة كان بيقول لي من اللي عايز يأكل غزل. بيقول لي she. هي. هي. يبقى مش ولد. وتب من اللي معصوب بها هي. my sister. يبقى لي my sister one appears. my sister one appears. my sister one appears. اختي فازت بجائزة. she wants to eat cotton candy. وهي اراد ان تأكل حلوى غزل بنتها. يبقى اللي كان عايز يأكل هي اختي. my sister. يبقى number مش my brother. يبقى number three false. نجيبقى لي الانسر. يلاقي الاسئلة. number one. where are there? where يعني ايه? اين? والذي يعني ايه? هم. يبقى اين هم? هما كانوا فين? او هما اين يكونوا. طب نرجع للكطعة كترة هنشوفوهما كانوا فين. قال لي. اهو في الكطعة. we are at the amusement park. يعني نحن كنا فين في الملاي. بس طبعا زي ما احنا شايفين هو بيقول في الكطعة we. ويعني ايه? نحن. طبعا لانا لما جا جا وهكتب نحن ولا هكتب هم. لان هما اللي بتكلموا عن نفسهم فبيقولوا we. لكن نحن لما نجي نتكلم عنهم هنقول they يعني هم. يبقى الاجابة they. وهنشيل ونحط they ونكتب الاجابة زي ما هي. they are at the amusement park. يعني هما كانوا فين? في الملاي. number five. who is taking pictures? هو يعني من? يعني ايه? يلطقت الصور. يقولوا مين اللي كان بيلطقت? الصور. طبع لو جاءنا لوقيت عكينا نشوف مين اللي كان بيلطقت الصور. قال لي my are taking pictures of us. الوالدين كانوا يلطقت الصور لنا. يبقى من اللي كان بيلطقت الصور الوالدين. بقى نكتب الاجابة من اهي بقى الوالدين are taking pictures. الوالدين كانوا يلطقتونا الصور. وطبعا زي ما احنا ده اخلنا في. ان دايما يبقى من الاجابة هو من اللي بيلطقت الصور. زي ما قلنا هنطلع من السؤال اهو. الوالدين كانوا يلطقت الصور. وطبعا زي ما احنا شوفنا ان الكتعة دي كده جات في متحانات كثيرة في السنين اللي فاتت. طيب نيجي number six اللي هو سؤال الترتيب. طبعا عند الترتيب لما بيكون جملة لما بيكون سؤال. طبعا I بدأ بفاعل وضمير يبقى جملة. طبعا هنا I ادى الفاعل. ما تدور بعد الفاعل ايه? على فاعل وبعد المفعول. فين الفاعل? كل money فلوس enough كافي. have لديه وdon't lie. يبقى فيه هنا ليس ديه او مش معي. الفاعل هيكون منفي. I don't have. انا ليس دي. وده كده فاعل على بعض. يبقى اي فاعل don't have? فاعل. طب فين المفعول? enough money. enough money ليس ديه مال كافي. بقت كده جملة عبارة عن فاعل وفاعل وما فاعل. طبعا لخطة. number two get. يحصل على juice عصير. let's هي بنا some بعض. يبقى هي بنا نحصل على بعض العصير. يبقى اسمه. let's get. هي بنا نحصل. على ايه? some juice. بعض العصير. number three. she هي take. اخذ اول تقرأ. did help. بكشة بعد الفاعل الفاعل اساس اللي هو ايه? take. وبعد الفاعل اساس بيجي المفعول اللي هو بكيت شارز. يبقى هل هي اللي بتقرأ السور? وبقى عمل طبعا كوتشان مارك على المستفهان. number four. طبعا برضو سؤال زيها بالضبط ببدأ بالفاعل المساعد اللي هو ماي. فين الفاعل? بعد الفاعل المساعد بيجي فاعل. الهين هيجملة لك ان الفاعل شيء? الهين هي هيبقى الفاعل اي. يبقى الفاعل اسم او ضمير. وبعد الفاعل اساس اللي هو هل هل انا? يمكن ان انا اساعدك. وبعد الفاعل اساس بيجي المفعول. لو بصنا كده على السؤالين هنلاقي نفس التكوين. فاعل مساعد زي هنا دد هنا ماي. هنا فاعل شيء واي. لازم ان احافظ الخطوات. بعد الفاعل بيجي فاعل اساس ما احنا شرحنا قبل كده. وكتبناهم في الامتحان الاول اللي احنا حللنا النوقت. بعد كده بيجي الفاعل اساس زي هنا. here help. هنا المفعول هنا بكيت شارز وهنا يوم. طب هنا بقى بعد كده جايب لباراغراف. هنكتبه طبعا باراغراف من خمس جمل وزا ما احنا بنتفق دايما بنسيب مسافة حوالي سنتي في اول جملة. وقلنا بنكتب الاول عن الاشخاص زي ما احنا ايوة حافظنا بقى كده بنكتب عن الاشخاص. وعن المكان. وعن الحدث اللي هما بيعملوه. ايه هما بيعملو ايه? وعن ايه الاشياء الموجودة في الصورة. طيب لو جينا بعد كده نبدأ نشوف من الاشخاص. من اللي هنا في الصورة? طبعا في مثلا في بنتة هي او في بنات. نقول كده هم. يعني يوجد بنات. طيب هما فين? زي ما احنا شايفين كده نحس ان هما وجود في الحديقة وبشتورة هزاكري. يبقى نقول كده هم. دي الأرض معناها يوجد. وبتيجي جمع. لكن هم اسمها ايه? دي. اللي معناها هم. طبعا نرصت خلص بكامل نرصت. دي ار. ان دا جاردن. يعني هما يكونوا فين? في الحديقة. وبكده اتكلمنا عن الاشخاص. وتكلمنا عن المكان. نبدأ نتكلم بقى عن الحدث اللي هما بيعملوه. هما بيعملو ايه? طبعا هما بباين كده ان هما بيشتروا تذاكر. طبعا نتكلم نكتب جمل في زمن الماضي. يبقى دير. يشتر اسمها ايه? بوت. دير بوت. بقت جمله فاعل وفاعل ومفاعل. هما بيشتروا تذاكر. طيب ايه كمان هما بيعملوها? طب هما بيشتروا تذاكر. ليه? لان هما يبقى كده هما عايزين نشوفوا العرض. طيب. they wanted to see a show. هما يريدون ان يروا العرض. طيب الناس راحين يشتروا تذاكر وراحين الحديقة واعزين نشوفوا العرض. يبقى هما سعداء. بنقول بقى كده. they are happy. هم يكونوا سعداء. وبيبقى كده عن الاشخاص الموجودون هما البنات. تكلمت عن المكان هما موجودون في الحديقة. تكلمت عن الحادث هما عايزين يشتروا تذاكر. وانهما وحاليتهم انهما سعداء. بنجيب على البنكاتوريشن. طبعا ان هنا. does. اه. ده يبقى ده فعلا مساعدة. يبقى ده سؤال. ويبقى نبدأ بحضر في capital. بعد كده هنا عندي عالي اسم انسان يبقى اعمل ال ايه? capital. ده عالي. بعد كده الفعلا نكتبقى اكله زي ما هو تينيس. طبعا فرادي اسم يوم من ابل اسبوع. وهو اصلا عاملها capital. يبقى هنكتبها برضو capital زي ما هي. وطبعا عشان سؤال هنعمل. يبقى انا صراحة هنا اقوى والحاجة. حرف دي لانه بداية الجملة اول سؤال. وعالي عشان اسم انسان. والكويتشن مارك عشان ده نهاية السؤال. نمبر اول. هلا. ده اسم انسان. وكم من اول الجملة هيتعمل capital. والبقى بقى هنكتب زي ما هو started. انجلش ده عندي اسم لغة. يبقى هنعمل. ودايما بسيب مسافة زي ما احنا شايفين بين الكلمات. لكن الكلمة باكتبها على بعض. دي started. انجلش. and methods yesterday. وطبعا يصد دي مش بتتعمل capital لانه مش يوم من ايام الاسبوع. بعدها طبعا دي هنا بدء باسم اللي هو هلا. يبقى دوان جملة هنحط الفولستوب. ويبقى انها كده صححت ايه? اول حاجة صححتها هنا اللي هي هلا اسم الانسان. وبعدين انجلش اسم اللغة. والفولستوب. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. كان معكم مصر الحسني. وان شاء الله هنتابع معكم بعد كده اه شرح بقية الدروس. الواحدة التالتة ان شاء الله. وحلول الاسئلة اللي عليها وحلول الامتحانات. وطبعا الطلبة اللي معاهم كتاب جيم بنشرحهم من كتاب جيم. ولمعاهم كتاب المعاصر بنحل لهم برضو اسئلة كتاب المعاصر. وامتحانات كتاب المعاصر. زي ما احنا بنحل اسئلة جيم وامتحانات جيم. وبنقول الطلبة طبعا اللي مش يوم عانا والمعجبين بالمحتوى اللي بنقدمه. يعمل لايك. ولهو مش مشترك يعمل سبسكرايب او اشترك في القناة. والتوفيق والنجاح كان معكم مسر الحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.